موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ايا ايزيل للهواية الجالية موسيقى الموسيقى المسيقى موسيقى موسيقى الموسيقى موسيقى الموسيقى موسيقى خلال فيديو الاجتماعي فيديواتق نشارك مع الأطفال البرنامج اليومي جالي و نقوم بعمل معهم الكثير من المبادئ و النصائح و كيف أستطيع التعلمتهم نتعلمهم من التلفازة مثلاً بحل الإنجلي الإنجلي كانت تعلمها من البرنامج في التلفازة ناسيونالجيوغغاثيك بعد المرات يقوم بعمل الإنجلي نتصنط و نأخذ الكلمات و نلتقى بشكل كلمات و نفهمهم ما نكتبهم في المتكيرة و نترجمهم بالعربية و نعرف أجلهم و نعرف أحدهم و قم بعمل مع المتكار و نقوم بعمل الإنجلي و نقوم بعمل الإنجلي و نقوم بعمل إفرادة في مدراسة و انا كنت تعلم على المتكار والفرنسية و نحن كنت تعلمت على المتكار و كوريا كنت تعلم متابعة الكوريان و نست extremes ويجب أن نتعلمها ويجب أن نتعلمها من الروس المتحركة اليابانية نسمع ويجب أن نتعلمها من المتحركة ويجب أن نتعلمها من البرنامج سابق اليوم أن نشاركه مع الأطفال في القناة ويجب أن نخططي على سبيل وكتاب أبداً للإصابة في الصباح كان في صباح ويجب أن نذهب القرآن ويجب أن نقرأ صفحات لكتاب كما يجب أن نذهب الأحوال من الآن ومدرسة أو أيام كنت أدرب كل رسالة في الواجبات المنزلية تتبع عليها وقوم بعمل عملية يجب أن يتعلمني لغة والمعاندرة ميزانة وقوم بعمل، يجب ان تتبع عليها كنت أجل فيها الهوية الجالي وكيبقى لي قبل أن أكتب اليوميات لأن أكتب في النهار كله وهذا هو البرنامج اليومي اللي كان أعتمده في الأيام الدراسية الحمد لله كنت أجل في نوقات مزيانة مزيانة في المدرسة وللقى دلي بالأصدقاء جالي في القسم اللي هي مزيانة كنت أتعلم منهم وكيت تعلمون مني كنت أتعلمهم وكيت تعلموني كنت أحترمهم كنت أحترمهم وكيت تعلموني كنت تكون بيناتنا أتقيقاتها كنت يقف في باضيتنا لا أكتب أي شيء والعلاقة جالي لنا الحمد لله الحمد لله ومضريفة ومضريفة الحمد لله الحمد لله المتتبعين جالي في السوشال ميديا الحمد لله كنت أتعلموني ولكن ليس كنت أتعلموني كنت أتعلموني وأنا مرحبة بالجميع في التعليقات المشجعة والتي أتعلموني كنت أتعلموني وأنني أتعلموني كنت أتعلموني وأنني أتعلموني وأنني أستمر وأنني أتعلموني أشكرهم جميعاً في المتبعات الوميليا لم يكن أعرف أنني صنعت محتوى لأنني أعرفوني ونصحوني أنني لم يكن أخير في اليوتيوب ويقولون أنني أخبرني بيناتهم وحاولي أن تجري واحد لوقتاً لا يمكن أن تكون صوراً لا يمكن أن نصور ويؤدي أخبرني طويلة نصائح لأخبرني اختبار المنتقدين ويؤدي أسئلين ويؤدي أخبرني نصائح ويؤدي أخبرني كون جميعاً ويؤدي أخبرني فكرة أخبرنا من الدخول دعونا نعرف ما يقدر ويؤدي أخبرني يقولون أننا نستمروا ونقدموا وشكرا لكم كثيرا على النصح الجالي وانتم مهمون ما نرى الحياة أولا نصح الأطفال أنهم يحيطوا رأسهم بالعلاقات التي تكون إيجابية ونصحوا أنهم يتعاملوا مع الذات تجالهم بالتعاطف ونصحوا أنهم يحيطوا رأسهم بالأشخاص الذين يكونوا إيجابيين ونصحوا أنهم يتعاملوا مع الذات تجالهم بالتعاطف ونصحوا أنهم يحملوا رأسهم بالتعاطف ويحيطوا على المشاكل والمسؤوليات ويقعوا الوقت للمشاكل ونصحوا أنهم يكونوا فائدة مضغوطين من النواحي ونصحوا أنهم يكونوا الإعقل السليم في الجسم السليم ونصحوا أنهم يكونون رياضة والأكل الصحي وكان نصحهم بالجد وكان نصحهم بالاجتهاد وكان نصحهم بعدم الإحباط والتقدم وعدم الاستسلام وبالكفاح وكان نصحهم بزاف جل حواج بشأنهم يتقدموا ويكونوا دامن فعل بلدهم ويكونوا فخر لوالديهم وطبعا هذه النصيحة اللي أنا بغى نقدمها لأطفال في السن جالي وكبر مني ونصغر مني لانجلي كتعجبني بزاف يعني واحد اللغة اللي هي مقربالية وأول لغة تالنتبه الفرنسية يعني كتعجبني بزاف سواء النطق يعني منشطنا عواحي نطق يعني جال الامريكانز ولا جال البريتش ولا جال الكناذين المهم لغة الأسترالية المهم يعني كتعجبني اللغة الإنجليزية هي أكتر لغة مقربالية ويجبني كتعل فيها الراحة دي لمكن وجهش معها واحد صعوبة لا من نحية الأكسنت لا من النطق ولا من نحية الكتبة أو القراءة شكرا مرحبا الآن أريد أن أتحدث عن جاباني مرحبا يا مرحبا أنا أيا اليوم يقنق المشيئ ذلك نس Speонов أبدا في والخصية مرسى اليوم مجتمع ه overwhel再ت debicana بلنسبة لتعايمال ل Belarus الحمد لله تعامل جيد جيد لأنها عرفت ما لها وما عليها في البداية صراحة لعننا صغر يعني ضبطناها وقدمنا لها البرنامج اليومي ديالها وقد احترموا يعني النظام هو كل شيء يعني الحمد لله كما قلت عرفت الضوء اللي يخصها تدير واللي مخصش ما تديرش والحمد لله تعالى البنية غاديا مزيان في الطار بحكم أنها انظمات واحترمات واحد برنامج يومي كتعرفت الحمد لله يعني إذا تختار بصيغة المواطع ديالها بالنسبة للتمارين وبنسبة الواجبات المدرسية تكشي كتقدر رأسها بحكم أنها عرفت فين تقلب المواقع المواقع التواصلية بحال جوجل بحال يوتيب يعني أي حاجة ما لقاء ما عرفتاش كتمشي كتستعن بدوك المواقع يعني كتولي تتقرر رأسها برأسها الحمد لله يعني بالنسبة للتعامل ديالها والانضباط من ضبطها الحمد لله تعالى بحكم كما قلت التجربة السابقة اللي عندها في احترام الوقت هذا هو اللي خلال التعامل ديالها معنا ومع الجيران ومع العائلة الحمد لله مزين النصيحة اللي نقدمه اللي ولدت وهو يتيقوا في رئيسهم بزاف لأن الاتقافة في النفس هي كل شيء لأن الانسان عنده بزاف المواهيب والتي تتلقى عنده شيء حاجة في الداخل دياله ما قدرش يواجه بها يعني يواجه بها الأقرام دياله اللي اللي يواجه بها التواليدية تتلقى تمعها والدية ما تتيقش فرصه يعني من هذا المنظر كان حاول ما أمكان نوجه واحد ندى لأبا باش يحاول ما أمكان يفتحوا واحد الحوار مع أولادهم لأن الطفل فاش كتفتح معه حوار داخل البيت تتيق فرصه تعرف كيفاش ينفتح مع الآخر يعني من خلال الحوار ومن خلال الاحترام ومن خلال التشجيع والتحفيزات الأباء الأطفال ديالهم الطفل غادي تتيق فرصه وغادي يكون إن شاء الله نجح في حياته مجلة لالة العروسة أخبار حصرية بجودة عالية لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار اشتركوا في القناة